موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضرتكم النهاردة بإذن الله تعالى مش منتكلم على عنصر البوتاسيوم ولكن بقدر ما أنا عايز أفهمك نقص البوتاسيوم على الطماطم سواء على الأوراق أو على الثمار بتاعة الطماطم أولا النبذة خاصة البوتاسيوم طبعا من العناصر المهمة جدا 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 للنبات وخصوصا النباتات الضرانية زي البطاطس وطبعا حاجة زي الموز برضو شرها للتسميد البوتاسي ما علينا في الحاجات دي المهم أنه هو كمان هام بالنسبة لحاجة زي الطماطم وبيعتبروه منصة لعمل كتير من الإنزيمات المرتبطة بعمليات التمثيل الضوئي وتمسيل البروتينات والكربوهيدرات في النبات وبيساعد في انتقال الكربوهيدرات أو السكريات يعني من مناطق التخليق بتاعها إلى الأجزاء الأخرى في النبات وكمان أنه هو بيعمل على المحافظة على بناء البروتينات ونفازية الغشية والتحكم في البيئتش بتاع الخلية وكمان بيحسن من الاستفادة بتاع الضوء خلال فترات التقس البارد يعني أو في غيوم البوتاسيام قد يحسن لي من الاستفادة من فترة ضوئية اللي بتبقى الليلة أو النهار القصير بالنسبة للنباتات وبيزود لي قدرة النبات على التحمل بالبرودة لأنه بيأثر لي على تنشيط الإنزيمات النقلة للكربوهيدرات اللي بتفقد نشطها في ظل الظروف البردة يا جماعة المهمة ما علينا يعني لو أنت حضرتك داخل الأرض كده أنا عايزك تفتح دماغك وما تقولش يعني المهندس بيخترع ولا الدكتور بيخترع لا كل الناس اللي بتجي لك هما في الأصل أساسا كانوا زي حضرتك سواء إذ كنت مهندس صغير أو إذ كنت مزارع أو أيا كان صفتك يعني فمنجأ المفروض حضرتك تعرفت على المرض أو واحد ورهو لك مرة أو اتنين أو العوز بتاع البوتاسيوم أو نقص البوتاسيوم أو البوتاسيوم ديفيشنسي اللي هو النقص البوتاسيوم بره كلها مسميات بنتكلم عليها تمام بنبص على الطماطم ودايما على طول البوتاسيوم النقص بتاعه بيبقى على الأوراق زي محضرتك شايف كده هو بيبقى فيه جفاف على الحواف بتاعة الأوراق في الحواف بتاعة الأوراق بيبقى عليها إسفرار الأول ثم الإسفرار ده هو بيتحول إلى جفاف للورقة أو حروق على الورقة كده بتشبه تماما الحروق اللي هي بتبقى ناتجة عن الملوحة تمام؟ طيب الملوحة برضو زيها زي البوتاسيوم الأرض عندك فيها أملاح أو إنك إنت قد تكون رشية رشية أسميدة ورقية والتركيز بتاع الأسميدة اللي إنت رشيتها هيتلاقي نفس السلوك برضو بتاع نقص البوتاسيوم الحواف بتاعة الأوراق هات تتحرق ليه؟ إنت بترش الرش تمام؟ والتركيز بتاعه عالي فأنت بترش على الورقة والورقة ميلة تمام؟ طيب أكيد الرش ده بينزل طب لما بينزل بينزل منين؟ من نص Bohة الأول و بعد كده بتلاقيه إنشاف 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 لحد ما يروح لحواف الورقة ينزل يتدلل حد أكبر أكثر مكان قليل فيه الورقة أو واطي في الورقة أو بتحت كده فتلاقيه بينزل من على المكان ده، فيأخذ فترة كبيرة في عملية نزوله أو نزوله من على الورقة من كامل الورقة الحوافها بأخذ فترة كبيرة فالتركيز عالي وهو أساسا المية أو المحلول الرش اللي أنت رشيته بينزل من أحلى وقفه له بتاعة الورقة فبالتالي بيحصل حروق فتميز ما بين قد ترش رش ويظهر عندك حاجة زي نقص البوتاسيوم بس هو بيبقى التركيز العالي للأملاح ما هي الكيمويات والأسمية اللي أنت بترشها ما عبارة عن أملاح قد تكون الأرض عندك ملحة أساسا وبالتالي يظهر عندك الوضع اللي أنت بتشوفه على الأوراق ده طيب أنا ميز بينهم إزاي طيب أنت عندك الأرض قريدي ملحة فلما بيظهر حاجة زي كده أنت عارف أن الأرض بتاعتك ملحة تمام دي حاجة الحاجة التانية يا جماعة أنك إنت لو الأرض عندك سليمة وما فيش أملاح والمية بتاعتك كويسة ويظهر عندك حاجة كده على طول معروف أنه هو بيبقى نقص البوتاسيوم طيب حضرتك يعني ما أنتش متمرس قوي وحطة الوراق دي يعني بتنصر في حاجات كتيرة مش عايز تفرق عرف تفرقها من بينها وبين الملوحة هتروح على الثمار هتلاقي المنظر اللي قدام حضرتك ده هو أن الأوراق فيها أن الثمار فيها الحواف بتاعت الصمرة من فوقها هتلاقيها قصتها أن هي عليها الاسفرار من فوق ده هو نتيجة أن التلوين عندك غير طبيعي نتيجة لقلة البوتاسيوم اللي هو مش عارف يدخل في العمليات بتاعت التمثيل والعمليات اللي احنا تكلمنا عليها قبل كده تمام؟ هتلاقي المنظر اللي عند حضرتك ده هو تمام؟ طيب المنظر ده مش عجبك قوي مش عجبك قوي ومنتش متأكد أو بيه فهنروح لمنظر تاني المنظر التاني هتلاقي الكرماشة على الثمرة كده هو وبطبيعتها برضو عليها الاسفرار اللي موجود اللي قدام حضرتك شايفه تمام؟ طيب انت منتش متأكد من القصة دهيا وعايز يعني حاجة تكون جزمة يعني تكون تجزم بأن ده فعلا نقص بوتاسيوم فحضرتك هتشق أو هتقطع الثمرة نصين هتلاقي المنظر اللي انت شايفه ده هو أظن بعد كده محدش يقدر يقول لي أنا مش عارف نقص البوتاسيوم على الطماطم أنا ما جبتش سريت حاجة غير الطماطم علشان كل واحد يعني بيهمل فيه عنصر البوتاسيوم وبالتالي في الآخر بيعمل لي مشاكل فيه بيعمل لي مشاكل فيه قصة انه عنده مشكلة فيه نقص البوتاسيوم ومش عارف يتوصل المشكلة دية فعلا نقص بوتاسيوم ولا ملوحة ولا أثر بيئي حصل للنبات ولا ايه بالزبط فأعتقد ان كل القرائن والدلائل اللي قلناها ده هي تكون لها بداية من الورقة لحد الصمرة اللي هي مغلقة والأكتف بتاعتها ملونة باللون الأصفر بعد كده رحنا وقطعنا الثمرة نصين أو اقتسمناها نصين فلقينا المنظر اللي حضرتك شفته ده هو فده وانت مغمض نقص بوتاسيوم أو عوز البوتاسيوم أو البوتاسيوم اللي هو هنا طيب قد يقول سائل يعني طب احنا بنحط البوتاسيوم بس برضو بيظهر الظاهرة دية وعلى الفكرة الظاهرة دية بتظهر كتير جدا يا جماعة تمام؟ هيقول لي أنا بحط القصة دي بحط بوتاسيوم بكميات كبيرة وبتظهر برضو عندي الموضوع ده هو هقول لك يا سيدي الفاضل قد انت بتضيف بوتاسيوم ولكن بتضيف كميات كبيرة من الكالسيوم فالكالسيوم فيه عملية تضاد بينه وبين البوتاسيوم تمام؟ الكالسيوم زيادة الكالسيوم وكمان زيادة النيتروجين والفصفور زيادة غير طبيعية في الطربة تمام؟ بتعمل عملية تضاد للبوتاسيوم وما بتخليش النبات يمتصوا بقصة طويلة كده انت ما يخصكش فيها حاجة ولكن اللي يخصك ان قد يؤدي زيادة الكالسيوم والنيتروجين وخصوصا في الصورة الامونيومية والفصفور الى توقف النبات عن امتصاص البوتاسيوم او تحصل مشكلة لعنصر البوتاسيوم طب الوقاية من القصة ده ايه يا جماعة؟ الوقاية من القصة ده هي ان احنا اول حاجة نستسميض العضو الكويس هيعمل لي بي اتش كويس للطربة وبالتالي البوتاسيوم هيكون ميسر لي تمام؟ ان انا زي ما قلت لحضرتك قبل كده لابد انك تضيف بوتاسيوم محبب في الطربة تمام؟ على هيئة سلافات بوتاسيوم محبب وسلافات البوتاسيوم لما بتكون محببة بيبقى تبقى سلولي ريليز او التحلل بتاع بطيئة التحلل وبالتالي بتفضل فترة كبيرة معاك والنبات مزروح حتى لو انت اصرت في التسميت بعد كده خلال الموسم النمو بتعوض السلافات البوتاسيوم المحببة اللي انت وضعها دهيت مع المادة العضوية بتعفيك من جزء كبير او بتأمن احتياجات النبات من البوتاسيوم طول المحصول حتى لو كانت اضافاتك قليلة تمام؟ زي ما قلت لحضرتك بره قبل كده التسميت الورقي سواء البوتاسيوم السيل وفيه بوتاسيوم سيل كويس جدا موجود في كل الشركات ممتاز جدا وسريع الامتصاص وفيه ظرف اسبوع رشتين في خلال اسبوع بييظهر لك على النبات انا مش عايزك توصل للمرحلة دهيت ولكن تظهر لمرحلة من الاول خالص انك انت ترش اياكش لو كل عشرين يوم رشت بوتاسيوم سيل على النبات لو انت بيحصل عندك فعلا نقص بوتاسيوم سواء كان البوتاسيوم اللي هو ممكن نطرات البوتاسيوم برضو بتلاتة جرام على اللتر المية وترش بالنبات هيخلي لك الدنيا كويسة جدا وكمان هيعمل لك احجام كويسة لان البوتاسيوم مسؤول عن عملية التحجيم في معظم النباتات او السمار بتاعت النباتات مسؤول عن عملية التحجيم طبعا مش هو الوحده زي ما قلتلك لان موجود الملك او موجود القائد بدون جنود مش هيقدر يعمل حاجة البوتاسيوم والعناصر الكبرى متسيد هو النيتروجين والفصفور تمام ولكن بدون الجنود التانية اللي هي البقية العناصر ان كانت حديد ولا مانجنز ولا نحاس ولا مليبدن ولا بورن ولا كلور كل دي مش موجودة صدقني هيبقى فيه خلل في رأس الدولة بتاعت النبات اللي هو العناصر الكبرى اللي هي متسيدة لقصة العناصر تمام فزي ما بقولك وزير لوحده هو مالك مش هيقدر يكمل او ينتصر بدون وجود الجنود التانيين اللي هم قلنا عليهم العناصر التانية وبرضو تاخد بال حضرتك انك انت زي ما قلت لك عوز اي عنصر او نقص اي عنصر مفيش حاجة اسمه زرار هتدوس عليه هيجيب لك العنصر مهما عملته مهما لابد من النبات من الاول تكون التخزية بتاعتك سليمة وتتوقع انك تكون النبات يكون خبيس معاك وقد يخفي عنك لان في حاجة اسمها الجوع المستتر او النقص المستتر يعني النبات عنده نقص بس هو متظاهر النقص ده هو على الاعضاء بتاعت النبات من بره مش باين النقص على الاوراق ولا باين على الصمار ولا حاجة ولكن قريدي فيه نقص تبقى تقول لي تمو النقص ما ظهرش وانا ببحثه كويس بس لو حطيت العنصر او اكتمل العنصر هيكون فيه جودة افضل في الصمار وفيه كواليتي او كمية افضل كما جودة اكتر والكوانتاتي الكمية بتاعتك او التوتال يلدي بتاعك هيكون اكتر والمحصول الكل اللي عندك هيكون اكتر ولكن الحاجات النقص المستطر او الجوع المستطر زي ما بيسموه بعض المراجع هو اساسا يا جماعة ما بيكتشفهوش الا الناس بتاعت المعمل بتمنى ان احنا نكونوا استفدنا من الشكل ده هوت وحفظنا بعد القصة ده هي نقص البوتاسيوم او عز البوتاسيوم او البوتاسيوم ديفيشنسي على النبات الطماطم بشكر حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته